فيديو جديد وفيديو مميز اتمنى ان هو يعجبكم اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده منظمات وادوات منزلية جديدة افكار وحية لاجهزة كهربائية حديثة اختراعات سكية جدا مفيش اي ستيبيت تقدر انها تستغل عنهم وده لان جميع المنتجات دي بتوفر علينا الوقت والجهود بحيث ان احنا نقدر نستفيد منهم بحاجات تانية وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في المطبخ او في الحمام او في البيت بشكل عام فلو دي اول مرة بتشوفي بيها قناتنا قناة الادوات المنزلية اتمنى ان انت تنضمي لنا بضع عن طريق الضغط على زر الاشتراك ولو بتحبي نوعية دي من الفيديوهات اتمنى ان انت تفعل جرس الاشعارات لاشعار الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة بإذن الله بالنسبة لطرق الشراء بيتم شرحها بشكل تفصيلي في نهاية الفيديو وتقدر ان انت تكملي معايا الفيديو ده لنهايته علشان تتعرفي على كل الطرق اللي تقدر من خلالهم ان انت تجيبي وتحصلي على كل المنتجات اللي بتتعرض معنا من خلال الفيديوهات مجلبينها دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ايه هي المنتجات والادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده ونتعرف مع بعض ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وحنبتدي الفيديو بتاعنا مع روتين لسيدة صينية هنشوف ايه هي المنتجات والاجهزة التجاية اللي هي بتستخدمها في تنظيم مترتيب بيتها طبعا هي هنا هتبتدي تعمل انبوكسنج وتفتح كل الكاراتين وكل المنتجات الجديدة اللي هي جايباها طبعا هتبتدي ان هي تفتحهم زي ما هنا عندنا طبعا بدرة ازالة البقع من على الاحذية طبعا بتديكي نتائج مبهرة الحقيقة بعد جدا هنشوف مع بعضها عندنا سلة للنفايات بتشتغل عن طريق الاستشعار وممكن ان انت تستخدميها عندك في الصالة او في قط النوم او في المكتب وهنا عندنا الغسالة الميني طبعا تقدر ان انت تخسلي بيها الشربات او الملابس الداخلية والحاجة المميزة في الغسالة دي ان هي بيجي معها نشافة وكمان مش بتاخد عندك اي مساحة يعني تقدر ان انت تفتحيها وتقفليها وتنظميها عندك في اي مكان هنا عندنا منظم لفرش الاسنان والمعجون السنان وتقدر كمان ان انت تنظمي بيه الكريمات او فرش الشعر او اي حاجة تانية انت عايزها وهنا هنشوف مع بعضا معانا الممسحة الجميلة دي طبعا بيجي معها جاردة الخاص بيها بيساعدك ان ان انت تنظفي الممسحة من كل الشعر ومن كل الاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها وتقدر ان انت تفضيها من المية بطريقة سهلة وهنا معانا جهاز ازالة الجلز الميت طبعا من الاقدام بيشتغل عن طريق الشحن وبعد كده هنشوف مع بعضا عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على سحب الهوى من مختلف اكياس الطعام علشان طبعا تقدر ان انت تحوزي على الاطعمة بتاعتك لاطول فترة ممكنة سواء كنت هتنظميها في التلاجة او لو انت عايزة تنظميها في الفريزر وهنا كمان معانا مكنسة كهربائية طبعا تقدر ان انت تنظفي بيها السجاد وتقدر ان انت تنظفي بيها استتاير او الارضيات يعني تقدر ان انت تستفيد منها بكذا طريقة مختلفة وهنا معانا جهاز مخصص للكتل بس طبعا الجهاز ده كبير جدا ومناسب اكتر اعتقد للشركات والمكاتب لان انت بتثبتي في قرورة مية من جوة وتقدر ان انت تستخدميه وتسخاني فيه المية او الشاي او القهوة بطريقة متطورة وبعنا مجموعة من الدكورات طبعا الجميلة والرفاية الصغيرة اللي بتيجي اشكالها لطيفة جدا تقدر ان انت تنظفيها في اي مكان عندك في البيت وهنا عندنا منظم للأحزية شكله بيجي شبيه جدا للدلاب بيساعدك على تنظيم الأحزية وبيخلصك من كركبتها وهنا معانا منظم للمناديل بس طبعا المنظم ده بيجي متوفر فيه كذا خانة تقدر انت تنظمي بيها ريمود المكيف او ريمود التلفزيون بعد كده هنشوف مع بعضا عندنا منظم للحمام برضو يعتبر منظم مناديل ممكن تنظمي فيه المناديل الرل وتقدر ان انت تشيلي البكرة الخاصة بمناديل الرل وتنظمي بيه المناديل العادية وهنا معانا منظم للبيت طبعا المنظم ده عبارة عن ثلاث رفوف وتقريبا بيستوعب معاك زي ثلاثين بيضة وهنا معانا المنظم الدوار طبعا تقدر ان انت تحطيه عندك في اي خزانة من خزين المطبخ وتنظمي بيه استصاط او التوابل وتخرجي منه اي حاجة انت عايزاها من غير ما تضطر ان انت تشيلي وترجعي لانه هو بيلف معاك في كل سهولة وده بيساعدك ان انت تاخدي اي حاجة انت بنظمها فيه بكل اريحية وشفنا كمان مع بعض هنا منظم للتوابل وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخلاط اللي تقدر ان انت تستفيد منه بطرق كتير وغير كده كمان معا الغطة ده اللي بيساعد على خفض الصوت الخاص بالخلاط وهنا معانا منظم للبقوليات طبعا بيحتوي على خمس او ست خانات وبيجي معا ادامة عيارية بتساعدك ان انت تعاير الكمية اللي انت عايزاها من الحاجة اللي انت بنظمها في المنظم ده وكمان هنا شفنا مع بعض عندنا منظم لمختلف لوازم المطبخ ضي المعالق والشوك والسككين وهنا معانا جهاز لتعقيم الاطباق والحلل والمعالق والشوك والسككين بيشتغل عن طريق الكاربة وبعد كده هنشوف مع بعضها عندنا جهاز واكياس لحفظ الهدوم او تقدر ان انت تحفظي بيها البطانيات او الميليات او اي حاجة تانية انت عايزاها وهنا معانا منظم للميكوب طبعا زي ما انت شايفة معايا بياخد معاك كمية كويسة جدا من مختلف لوازم الشخصية الخاصة بيكي وهنا معانا منظمات للهدوم طبعا تقدر ان انت تنظمي بيها البناطيل او التشيرتات او الامصان يعني تقدر ان انت تستفيد منها بكذا طريقة مختلفة واهم حاجة في منظمات الهدوم دي ان هي بتوفر فعلا مساحة كويسة جدا عندنا جوة دولاب وتخلصنا من كل كركبة الهدوم ولما بتحتاج حاجة تعرف ان انت تطلعيها بكل سهولة غير ما تضطر ان انت تقلب عليها الدولاب بعد كده شوفنا مع بعض عندنا منظم للحمام نقدر ان احنا ننظم فيه برضو مواد التنظيف او المناديل او مختلف المستلزمات الخاصة بالحمام وهنا عندنا مادة بتساعد على تنظيف كرسي الحمام وبعد كده هنشوف مع بعضها عندنا كوفر نقدر ان احنا نثبته على كرسي الحمام الحقيقة احنا شايفين مع بعض المجموعة متمايزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبع موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ان انتو تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زيارة اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة تعرضت في الفيديو ده اداروا ان انتو تكتبوه لفصنة التعليقات وانا حارد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا باقي دلوقتي بعد ما احنا شوفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتفاهل عليك الحياء اليومية وشغلك في البيت اميلي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه يا الحاجة اللي انت محتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ما اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجها ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لك على حسب المكان اللي انت متواجدة به فبدايات كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبراس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا يتطبيق اوضي مشكلتها انها تكليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعة فهي بتبقى متغوتة يعني في عندك ادوات او انت كانت بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية تبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة بيجيبها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها استعرم اختنس وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية انما مثلا الشحن الامريكا او الفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصط شوية او في دول بيبقى الشحن لها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدر من انتو تتمدوها على حسب المكان اللي انتو متوجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحديدكم مشكلة تكليف الشحن وهذا صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتطعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوظة او على حسب المكان اللي انتو موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتو موجودة في مصر او في الاردن ما عرفش بقى لو انت بسهلا في السعادية او في الكويت وانتو تلاقي الصفحات دي او لأ امد بس ما عايز اقول لك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدروا ان انت تكتيبوا في خانط البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعادية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انتو موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي بلكده في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتو تشوفوه وتستفيدوا عينو اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي تبقى موجودة على ارض الواقع او المولاد اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج لمنك جهة لغاية مثل كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيعكم المنتجات دي اتنى انه هو يكتب لنا بخانط التعليقات علشان الكون يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان البيديو يكون عجبكم وانه كل الادوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم لا تنسوش تشبيع وتشبيع القناة بتبقيتع على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده مع بعض التكومش تقدرونmayı تضغطوه على زر الدسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدروا ان انتم تكتوبوه في التعليقات وانا حارد عليكم فوقت ممكن نستنون إن شاء الله أشوفكم على خير في الفيديو الجديد بكرة سبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة